اشتركوا في القناة طبعا في مباراة مبارح فاز الاهلي وتخطى مرحلة وعقبة الداخلية وفي الطريق الى مواجهة المصري تحت قيادة فنية جديدة مع كابتن علي ماهر مباراة يوم الخميس القادم هنتكلم عن مشوار الاهلي في الكاسة كان عندي نقطتين مهمين ابدأ بيهم حلقة النهاردة مع حضراتكم واحد البطولة العربية اللي كانت فرصة نتعرف فيها على شكل الكرة الخليجية او تطور اللي حصل على شكل الكرة الخليجية في الفترة خيرة وخصوصا للكرة السعودية يعني طبعا شفنا موسم انتقالات تاريخي وشفنا اسماء كبيرة جدا بتيجي الاول مرة تلعب في المنطقة العربية مش جديد على الاندية الخليجية والاندية القطرية والسعودية والاماراتية حتى ان هما يستقطبوا نجوم كبيرة او نجوم كانت بتلعب في اوروبا لكن بهذا الكم وبهذه النوعية وبهذا القدر الكبير جدا من التعقدات ما كانش حاصل قبل كده عشان كده كان مهم جدا نبص او انا شخصيا يعني اهتمت ان انا تابع البطولة العربية من واقع متابعة الى اين وصلت الاندية السعودية وخصوصا بعد الصفقات الكبيرة جدا اللي بدأها كريستيانو رونالدو طبعا بانتقاله للنصر واعتقد انه انتقال كريستيانو في حد ذاته كان معبر كان كبري بس كبري من نوع تاني كان السبب الرئيسي في فتح الباب لنجوم كتيرة جدا من اوروبا زي مثلا كريم بن زيمة زي روبيرتو فرمينيو زي ساديو مانيق رغم من الصفقة لم تتم حتى اللحظة بس فيه كلام كتير جدا انه الصفقة في الروتوشة الاخيرة زي نقوله كانت زي كتير من النجوم اللي انتقلوا زي كوليبالي اللي شوفناه برح مع الهلال السعودي وغيرهم غيرهم اسماء كتير يعني وفي الطريق الحقيقة وطبعا رياض محرز نجم طبعا ليستر ونجم من سيتي قال فائز ببطولة دوري عبطال اوروبا والفائز ببطولة البريميليك فانت بتتكلم على اسماء من العرارة تقيل منهم اللي ممكن يكون قرب يخلص صحيح ويمكن ما يكونش فيه افضل فترات او مراحل عطاقه لكن في النهاية ما تقداش تنكر ان فيه خبرات كبيرة جدا وفيه فوارق كبيرة جدا فيه المستوى بين الكرة في اوروبا وكرة اي حتى تانية في العالم ده يحصل في اسيا ده يحصل في افريقيا ده حتى ينطبق على امريكا اللاتينية لكن اللي شوفته لغاية دلوقتي بصراحة يعني ما هواش بالشيء المبهر يعني مبارحنا تبعت مباراة بين الهلال والسد الهلال اللي بيلعب على ارضه في وسط جمهوره والسد القطري اللي هو يعتبر واحد من اكبر الاندية القطرية والحقيقة انه رغم الصفقات اللي معارض تقيل لكن السد الحقيقة كان عكتر من ند بل انه استطاع انه يتفوق على الهلال حتى ولو في الثواني واللحظات الاخيرة من المباراة الاتحاد ماشي كويس وبنزيمة بيقود الاتحاد لتاني فوز او لتحقيق تاني مكسب ليه بعد ما فازن بارح بنتيجة واحد صفر لكن هل تشعر ان فيه طفرة رهيبة هل تشعر ان فيه فوارق فنية في تقدير يعني ان الاتحاد كان يقدر يعمل ده بدون بنزيمة بوجود بنزيمة او بدون وجوده طبعا غاب نقوله كانت عن المباراة لكن نقصد اقوله انه مكادش الصفقات دي بمثابة الاضافة اللي تحس انها احداثة فارق كبير او وسعت الجاب او وسعت الفجوة بين الاندية السعودية ومثيلاتها العربية يعني سوف كنا نتكلم على اندية الخليجية او حتى بنتكلم على الاندية الشمال افريقية لكن يمكن تكون التجربة في البداية ويمكن الفارق يحتاج وقت شوية عشان البصمة تباني هنتكلم في ده النهاردة مع حضراتكم وعيني دايما على اتحاد جد اتحاد جده اللي من الوارد جدا يكون في مواجهة مع الاهلي في بطولة كاس العالم للاندية المقبلة ان شاء الله اللي هتصدفها برضو بالمناسبة المملكة العربية السعودية الجزء التاني الحقيقي هتكلم فيه عن بطولة مستحدثة بطولة خصينا احنا كمصريين وهي بطولة السوبر المصري في شكلها الجديد قبل ما ادخل في تفاصيلها واعرف حضراتكم نظامها ونتكلم اكتر في مين هيشارك فيه او مين ليه حق ان هو يشارك فيها حسب قواعد ونظام البطولة خلينا نروح لفاصل ونرجع نتابع اخبارنا ونروح تمرنت الاهلي ونستقبل ضفنا النهاردة كابتن عبدالله جلال في السادس فاصل ونرجع لحضراتكم